سأشرح 101 القاعدة أول شيء أول شيء فين نحط عندنا جملة بعض اللغات سهلة بعض اللغات انه فيها تحديات لفهمها يعني صعبة طيب كيف ندخل عليها؟ هم فقرتين متضادتين هنا يقول انه بعض اللغات سهلة وهنا بعض اللغات انه فيها تحديات لفهمها يعني صعبة طيب كيف ندخل عليها on the other hand طيب يلا ندخل عليها في طريقتين الطريقة الأولى زي اللي في الكتاب يعني نزل الجملة الأولى نفسها ونشتغل على الجملة الثانية نشوف فين السابجكت اللي هو الفاعل هنا other languages هي الفاعل الاس السابجكت طيب اش اسوي احطها نفسها بس افصلها عن الجملة الثانية اللي هنا ادخل فيها on the other hand اسوي فاصلة هنا شوفوا هنا في فاصلة وحط on the other hand وهنا the o small لان مش بداية الجملة on the other hand بعدين احط فاصلة ثانية يعني محصورة بين فاصلتين بعدين اكمل الجملة اكمل الجملة can be quite challenging to understand شوفوا كده يعني همش مثلا في كان هنا ومن في كان شي عادي حط الومن هنا انزلها مثلا هنا وحط فاصلة اكمل خلاص طيب طريقة ثانية يعني بس مش في الكتاب بس دكتورة نقاط صح يعني نزل الجملة الاولى نفسها وحط نقطة بعدين capital on the other hand فاصلة بعدين رح اكتب انزل الجملة الثانية نفسها دي الجملة كلها اوه قلمي مات اوه قلمي مات اوكي اوه طيب بعدين نزل الجملة كاملة and the other other languages can be quite challenging and understand نفسها يعني ما كنت نسووت ولا شي بس في الكتاب كان يحللنا بالطريقة الاولى طيب عندنا however however I want to eat ice cream I shouldn't have any هنا يقول ابو اكل ice cream بس انو ما يجب علي اكل اي شي منه طيب كيف نحطها however كيف ادخلها في عندنا في الكتاب انو نزل الجملة الاولى كلها نفسها بس حط نقطة نفسها نزلها وحطها however هنا H capital لانو في نقطة وبعدين فاصلة I shouldn't have any نزل الجملة نفسها الثانية طيب في طريقة ثانية انو احط فاصلة من قوطة يعني بدل النقطة اللي هنا احط لها فاصلة من قوطة وحط however هنا H small وحط فاصلة هنا ثانية وحط وحط احط 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 طيب هنا حط الـ subject مع الحق الـ shouldn't وبعدين حط however فاصلة however فاصلة ايو دي الحالة اللي تكون فيه however بمفاصلتين لازم يكون هنا الـ subject بعدين هنا however بعدين الـ any بس دي طريقة صعبة تسحبوا عليها مش مهمة هميش يعني تعرفون الاولى والثاني احتياط طيب بعدين نروح عن like هنا unlike ونقدرستو لازم يجي بعدها noun or noun phrase يعني لازم اسم او يعني اسم مع شي معه طيب عندي هنا من الكتاب من صفحة 102 the language the english language has developed as a part of a culture بعد النقطة جملة ثانية spirinto was developed without any specific culture طيب احط فيها unlike unlike يعني بعكس او شي زي كده طيب هنا فكرتين متضادتين بين كيف احط unlike اغلب الاوقات يعني تجي في البداية في الكتاب وهي ونقدرستو كيف احط اجيب في طريقتين الطريقة اللي استعملها الكتاب كده بس برضو الطريقة الثانية صح الطريقة الاولى هيا انو انو انزل احط اول شي ان like وبعدين the english language هنا دا النون ما احط english لا هنا ناون phrase كانو احط the english language وبعدها احط فاصلة هنا في زيادة هنا وبعدين اقول which which has developed as a part of a culture خلاص هنا which تجي مع غير عاقل والlanguage غير عاقل وانزل الجملة كده نفسها خلاص وبعدها هنا في نقطة لا اسحب على النقطة واخلي كومة فاصلة واكمل الجملة الثانية بدون اي شيء وفي طريقة ثانية اختصارية برضو صح unlike the english language spiranto was developed without any specific culture خلاص بس استعمل الاول unlike the english language اللي فيها وجش سحب عليها هنا خلاص بس حط كمل اللي هنا اسبرنتو كان يقول بعكس اللغة انجليزية اللي اسبرنتو هي كده وكده بدون which وبرضو هنا صح والأولى صح بس الكتاب استعمل الاولى تمام هنا in contrast to in contrast to برضو يجي بعدها noun or not phrase اي شيء طيب هنا يقول in contrast to speaking english to people i know well طيب ليش ما قلتو هنا انحط in contrast to speaking english يعني لو حطينا بس كده حيكون المعنى مش واضح اللي رح اقارن فيه يعني بعكس التحدث الانجليزي يعني لا كيف يبغاني ازود اكثر يعني بعكس انو مثلا in contrast مرحبت على النقيض speaking english to people i know well هنا to people i know الناس اللي اعرفهم على عكسهم انو التحدث معاهم هو سهل يعني يوضح هنا which is easy which تكون غالبا بين انو تكون بين كومتين انو فاصلتين speaking english to strangers sometimes difficult طيب انا ابغى مثلا مثلا احط بدون which انو تكون تكون تقول speaking english to people i know well خلاص امسح الى عند الوج انو امسحه اقول speaking همشي في كوما هنا speaking english to to strength to ok strength او خلاص اصحب عليها sometimes difficult تمام طب خلينا نراجب طيب ممكن كان عندكم سؤال انو ليش ما قلت بس زيما انا قلت مع نفسي اول ليش ما قلت بس speaking english to people to people بدون i know well لازم توضح اللي رح اقارن فيها تكون مع contrast to وبعدين لام لما اوضح انها جيدة لما اوضح انها سهلة تكون مع الوج وبس انو كده ان شاء الله فهمتم اذا مش فاهمينها جايد عادي مرة ثانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة